نبدأ مع بعضها شباب اللي هو اللي بقى سيدي من اسمه كده كرشوف فهو بيتكلم على او العلاقة بالفولت طيب دلوقتي احنا كنا عارفين ان اللي هو الفي او زي ما اتكلمها في اول حسة خالص مع بعض ان هو الانرجي اللي بعملها عشان اصرف او عشان احرك الانرجي اللي اصرفها عشان احرك وان كولوم يبقى الفولت ما هو الا في النهاية طيب بس ما اقول ليه عشان ان اقل وان كولوم فروم بوينت تو بوينت وبالتالي بتاعت كرشوف فولتج لو هي اللوف كونزيرفاجين او انرجي انت ممكن تقول ليه هو اصلا ايه ما استرلاقة بين الفولت والانرجي وان الفولت وانه هو اصلا الورك دون او هو اصلا الانرجي طيب كرشوف ده بيقول لك ايه سيدي كيف يقول لك ايه بيقول لي طيب انت اصلا محتاج تطرف ان ايه كلمة لوب فاكر كده لما واحنا صغيرين مسلا حد كان يرسم لنا مربع كده بالمنزر ده او مستطيل مسلا ويعمل جهول على حركة دي كده بلاس كده ويقول لك هو هنا فيه كم مربع او فيه هنا كم مستطيل فانت تقول له اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة فهو يقول لك لأ ما انت انسيت الكبير خالص فتقول له خلاص خمسة يقول لك برضو لأ ما انت انسيت الجنبين دول ده كده الواحده وده كده الواحده يقول له كم سبعة تقول له خلاص سبعة يقول لك برضو لأ لان انت عندك المستطيل ده كمان هو المستطيل ده كمان يبقى كده ابقى كام تسعة في الفيزيكس بقى كلمة قصدنا بيها طريق مغلق طريق مقفول يعني هايز اقول لك ايه ان مش مهم عندي شكل عمل ازاي المهم عندي انك تلف من تبدأ من النقطة وتلف وترجع على نفس النقطة يبقى انا رجيت سألتك هو هنا فيه كم لوب عد بقى معي ممكن امشي ابدأ من عند النقطة ايه وامشي كده من بره خالص ادي واحد امشي هنا اتنين ممكن امشي هنا تاني تالات صح ممكن بص امشي زي المرة دي امشي كده امشي كده اهو شكل غريب شوية اللي هو عامل كده مربع كده مستطيل بعد كده يبقى اي طريق مغلق بقى ده اسمه ايه اسمه لوب فكلمة لوب مش لازم بقى تبقى انت فاكر انها دايرة يعني لأ المهم ان هو ايه ممكن تبقى مثلس ممكن تبقى مربع ممكن تبقى مستطيل ممكن تبقى دايرة ايا كان المهم عندي ان كلمة هو طري مقفول والطري المقفول ده الاني لازم نبدأ من النقطة ألف 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 وارج علها البقى لما اجي اقول لك كلمة لوب تفتكر على طول الدايرة او اه شكل مصار مغلق. فدي اول حاجة محتاجين نعرفها في كيفيال. طب ايه بقى قصة ان الالجيبريك سام بتعليه ما في اللي هو ال ال مجموع الباتريز. هي الباتريز كانت بتعمل ايه? كانت بتسابلاي السيركت بانرجي. كانت هي دايما اللي بتدي السيركت ال ايفل R. هو ايه ال ايفل R دا؟ ال ايفل R دا كان الفولتج اللي كانت في ال الคนسيونس. كان يليه قدتيه فكر شوفeszوف رى ابقى ان ال 있죠. يعني他的 ايفل رى ايقل لها الايفل R. اللي هو كلنا قانون بقاء الطاقة. طيب يبقى برضو هرجع اقول مجموعة الحقيقة اللي هو الكونسيومد بقى او طبعا عاملية طريقة تانية في الاخر هاديني زيرو. طب انا هشتغل ازاي? هطبق ازاي? تعالى نشوف. محتاجين كده شوية نعرف. اول فيهم يعني ايه كلمة خلاص بقى انت عرفت يعني مصال مغلق. ويعني ده ممكن يكون دايرة مسلس مربعة مستطيل وتفر. طيب تاني حاجة حاجة اسمها البولاريتي. البولاريتي تكلمنا عليها بكده في. بالسرعة هتنفكرك بها هنا ان انا تلوقتي عندي هنا مسلا ايه? عندي هنا اهو? فالشرطة الصغيرة دايما نيجاتيف. والشرطة كبيرة. دايما. سيه ان كان ماشى في رسمه. مش كده. هيتقسم والله حبه يخشه فوق. وحبه يخشه تحت. الحب اللي فوق ده هيعده على فاكد كنت قلت بقى لك ايه? وهو داخل على بيقابل والشو. لان دايما دي الحتة الهاي. ورايح بعد كده ايه? الحتة اللي يمني بقى اللي هيبقلها وهو داخل على بيقابل طب بالنسبة للباتري. الباتري مهاش دعب مهاش رغب بالاوي. كده كده انت تعرف ان الشرطة الطويلة والشرطة الصغيرة نيجاتيف. ده كيرجع الجامع هنا تاني ويكمل طريقه. نفس القصة الشرطة الطويلة بوستف الشرطة الصغيرة نيجاتيف ده في الباتري معروفة ومحفوزة. طب خلاص انت كده عملت ايه? حطيت حاجة اسمها بلارتي. خلاص عملت بقى اول حاجة كده محتاجة عارف ان ايه كلمة لوب. تاني حاجة ان انا حط لايه? طيب وبعد كده بنعمل ايه? بص بقى سيدي. تاني حاجة بنعملها. we take a loop. يعني ايه we take a loop? بنبدأ من نقطة معينة. ونبدأ نلف في مصار معلق ونرجع الى نفس النقطة دي اللي احنا كنا بدقين من عندها. تمام? واحنا ماشيين بقى في السكة بنفضل نسجل زي اللي احنا قريدي كتبناه. ده ضاية ما نرجع تاني لنفس النقطة. هقول لك يعني ايه? ناخد بمثال عشان نفع. بيقول لي هنا هاتلي بين اكس واي وهاتلي كمان طبعا تكلمنا فيها المرة اللي فاتت حصل الرابعة تعال هنبدأ هنشوف هنا هنعمل ايه? الكار انت ماشي ازاي من اكس الواي بحط هنا هيتقسم هنا مضبوط كار انت هو رايح كده بيقابل طيب بالنسبة للباتري الشرطة الكبيرة والشرطة السوارة والشرطة الكبيرة والشرطة السوارة احطت كل تعال بقى نمشي من اكس الواي من اكس الواي اسجل زي ما انا كاتبها يلا او انا ماشي من اكس الواي اول حاجة هابيلها ايه يبقى اكتب كم في كم اتنين فاربعة يعني طب اه امشي من فوق ولا من تحت ما هو والله انت انا ومشيب من تحت الباتر دي مش معك يبقى انت لازم تطلع من فوق يبقى انا هتطر امشي الفوق يبقى انا طب كمل معي بعد كده عدنا على مين عدنا على الباتري اللي عدنا على اللي فوق اللي هي الفور اوم اول قابلتها كانت اكتب بوزيتف بعد كده ايف ار تلاتة اربعة باتناشر طب بعد كده عدنا على بتاع اللي هي يبقى مينس. قيمتها كام? فورتين. يبقى مينس فورتين. بعد كده عددنا على عددنا عليها الاول اول ساين بوزيتف. يبقى كتب بلص. اربعة في واحد. اين اربعة. تقول لي ازاي مست اربعة في واحد. بصوا كان هنا في اربعة امبير. يتقسموا. فوق فيه تلاتة. يبقى اكيد وانت مغمض. تحت هنا في واحد امبير. مش هيمسرهم هتجمعوا هنا تاني. ويخش هنا كده. اربعة امبير. صح ولا? طيب. نجمع بقى مع بعض كده يلا. يبقى تمانية. تمانية. واتناشر. عشرين. مينس اربعة عشر. ستة. بلص اربعة. يبقى عشرة. يبقى تين فولت. هيتلع الانصر معنا. طيب. تمام ده كان الجزء بتاع الحسفة الرابعة. مفوش اي مشكلة ومشكلة جديد. اللي اشربه بقى شوية. اللي انا عملته دلوقتي. اني اخدت باص. من بوينت اكس. بوينت واي. مشيت. وانا ماشي كنت بسجل بتاعتي. لما اجي بقى اخد لوب. انا هبدأ من عنده نقطة وحاخد باص يرجعني لنفس النقطة. ده اسمه لوب. فعشان اجيب في بيتو. هلا بقى نقرب كلا شوية. حمسح بس الجزء ده اللي انا مش عايزه. كل ده برد انا مش عايزه. كنه مش موجود اصلي. بس انت عارف انه في اربع امبير داخلية. اوكي? هو انا اللي مسحته. عشان ده باص مش لوب. انا عايز لوب. لوب يعني طريقه مقفول. انا اللي همين انه داخل هنا كام? اربع امبير. فعرفت من هنا ان طالما فوق فيه تلاتة امبير. يبقى اكيد فيه تحت واحد امبير. وحابدأ احط بتاعتي. يطلق. فوق فيه وتحت فيه ناجاتف. سوري قبل فيه بعد طب وبالنسبة لتحت. عندي باتري ما عرفهاش. بس اكيد الشرطة الكبيرة الشرطة الصغيرة ناجاتف. الواحد امبير ماشي كده. ده اخلى على الواحد اوم. فاتقابل في وشاه باكان ناجاتف انا. ده اللوب المربع اللي قدمك ده. انا هبدأ مسلا مسلا من هنا. هسميها اكسة مسلا. ده هسميها زد ده سيدي. عشان اكسة كانت بره سمي زد زد ده مسلا. هنقف عند زد. وهلف في طريق معين اللي هو المربع اللي ما فيش غيره في الرسمة دي. وارجع تاني للنقطة زد. ده كده اسمه لوب. يبقى انا كده خدت لوب. يبقى ايه هو لوب بقسطري مقفول. طب بمسطر لف كلوك. ولا لف انت كلوك. انبارحتك. اللي تنصح. انا مسلا همشي يبقى هلف كده. وهكتب رقم واحد عشان ده اول لوب هاخده. هو مفيش لوب تاني عرفك. بس يعني عشان هولك الاسيات اللي اللي جاي يعني. عشان هبقى فيه كزا لوب بعد كده. انا وانا واقف عند اكس. وانا واقف عند اكس. ولف معي كلوك وايز. كلوك وايز. زي الساعة. اول حاجة هتقدرها هيتخيل معي كده دي بتحرك كده هو. تحرك كده 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 كده. اول حاجة قابلتها النجاتيف اللي موجودة عندي ده. يبقى كتب نجاتيف. اي في ار. واحد في واحد. طب وبقى كده قابلت النجاتيف البتاري. فاكتب نجاتيف في بي. نكمل معي الفوق انت كده مشيت كل ده. طبعي فوق تاني. قابلت ايه? بتاع الريزنز اللي فوق. يبقى كتب اي ف ار تلاتة فاربعة. ورجعت لنفس النقطة خلاص. يبقى ايكوال كام. ايكوال زيرو. يبقى سممشن ال بتينشل ديفرنس اكروس اني لوب ايكوال زيرو. يبقى انا كده اشتغلت بقى نيه صيغة? انا كده اشتغلت بالصيغة دي. بالصيغة دي. هتبقى سهل في الاستخدام بعد كده. يبقى ايبقى عندي بتقول لي بتقول لي صح كده? يبقى كام? ايكول ايبن. هي بس مش هتلاقيها مكتوب عندك bee اتفق انا كده خلاص ايبقى انت عملت كده ايه? عملت حيا يسمعها نقطة ولفت ورجعت هنا تاني. واحنا ماشيين في السكة بنتبق ايه? بنتبق ان احنا بنكتب ايه? بحطها ازاي? معروفة اشار دكيرا دي سبتة. بتغيرش. طب بالنسبة ال الريزيستنس. الريزيستنس هو داخل عليها قبل بوست فوش. طيب. هنا بس نكتبك الاسيات يعني بتعمل ايه? زي بتعمل ايه يعني? طيب وارد ان الانصر بتاعك يطلع في ناجتف يعني كمان شو اللي بتجي تحل وارد انك تلاقي مثلا تلاقي معك بالناجتف توق امبير. فاش مشكلة صحة? ااااااا طيب بستخدم ايه? زي ما قلنا في في بارت 원 في اول اللي تحزت خالص قلنا ان بستخدمه علشان يحل اللي مقدرش يستخدم في ايها اومزلو. اوكي? يبقى بيحل. كالعادة زي ما قلت لك من شوية. ان اللي قلنا في الاول ممكن يحل السؤال على طول وممكن يربط لي ما بيرون بايكويشن. تعال بقنا شوف القصة دي. فاكر السؤال ده. هنا مثلا ما عنديش اي وان ما عنديش اي تو ما عنديش اي سري ومن جينا تبقنا والله اللي ان الكارنت هنا طالع ده كده اي وان كارنت هنا نازل ده كده اي تو كارنت هنا طالع ده كده اي سري فاضح ان اي وان واي سر حين للنقطة دي. تعال نسميها اي مسلا? يبقى هكتب ان والاي تو سوري والاي سري اي كوال مين? اللي خارج بين النقطة اللي هو اي كوال اي تو. اوكي? وبعد كده اه خلاص بقى عندي واحدة فيها ترات قنون ومش هينفع تحلي حاجة. فلازم اجيب معادلتين كمان عشان يبقى عندي كمعادلة? تلاتة. واحدة من كي سي ال واتنين من كي في ال. وهنسجل التلاتة على كالفليتر وهو اللي حيقول لك اي وان بكام والاي توب كام والاي سري بكام. تمام? طيب. تعال كده الاول نحل السؤال ده ونكمل كده ايه? زي ما احنا ماشيين. نحط الاول مع بعض البلارتي يوzenة يا الله بينو? الشرط السوره шرط الكبيرة الكبيرةบوسطيف. الكارت داخل كده بيبقى arriving هنا. كارت ننازل كده بقى هنا هنا الكارت لطالع كده بقى perspective هنا هنا. طب بالنسبة للباتري، الشرط الكبيرة بوسطيف، الشرط السور هوا انت 차ätter طالب قليل بصتي دي. قليل انا عايز قيمة الاتري. زيت كانت اميتر ايكول زيرو. فين اميتر? هذا الاميتر. يعني ايه? يعني ايسere ye İqual زيرو. يعقل في منين ايسري ما هو هيالك او? هو هيالك. ان هو الي هنا. هو اللي مشي هنا كده. فهو عايز الاي سري بزيرو. طيب. آآ نبدأ كنة عبادة بالاكوشل اللي احنا نبدأ فيها لهذا الكيس يقول لنا اي وان بلس اي سري ااكول اي تو. حط كده اي سريب زيرو. هتكتشف ان الاي وان أيτι اي فوا عظيم. عارفنا اللي تناقل. تعال بقى نشوف عندنا هنا كم لوب. في في السؤال كم لوب. لما اسألك في هنا كم لوب. تفكر فيها زي اه ويحنا ظاهرين لما كنت بقولك هو هنا في كم مربعة. هنا في كم مستطيل. تفكر فيها كده. هنا في كم مستطيل. في كم تلاتة. اللي هو العليمين. اللي هو ده. اللي برسمه باللسود ده دي. انك تلف هنا. ممكن العشميل اللي هو اللي بالاحمر انك تلف هنا. ممكن اللي بالازرق انك تلف هنا. في الكبير خالص بقى. في الكبير خالص. صح? طيب. تعال نبدأ مثلا باللوب العليمين. نبدأ مثلا من النقطة دي. هسمي مثلا النقطة دي كده. الكورنر ده كده. هسمي ايه? وهبدأ من عندي ايه? حيلف مثلا مع الساعة. لوب نمبر ون. يبقى لوب. ون. عملت ايه في لوب ون. تعال نبدأ من عند النقطة ايه? ونلف مع الساعة. طول ما انا ماشي مع الساعة قبلت هنا هكتب ناجاتف. اي في ار. يبقى اي تو. في فور. يبقى فور اي تو. بعد كده. هايبقى بتاع ال بتاع الناجاتف. تو اي وان. بعد كده هايبقى الباتري اللي هو بس بي 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 بس. يبقى ماتناشر. يبقى ماتناشر. اي قام. اي قام. طبع ما رجعت للنفس النقطة. يبقى نبدأتنا عند النقطة ايه? مش يتاعك الساعة. قبلت الاربعة اوم. ناجاتف. يبقى عادي. قبلت دي. قبلت اول حاجة في وشي. فاكتب ناجاتف تو اي وان. وبا كده اكمل تاني قبلت الباتري. فاكتب وقامتها كام اتناشر. ورجعت تاني لنفس النقطة يبقى كتب ايكوال زيرو. طيب. هو احنا مش متفقين ان الاي وان والاي تو ايكوال يبقى ناجاتف فور اي وان. ما هو اي تو هو ا هو اي وان فاني احنا شيئ دي حكتب اي وان. ماينس اي وان. لازم توولف اي ايكوال زيرو. ما معادل ايه. معادل اي واحدة اعرف اي منها اي وان. يبقى ناجاتف واي وان ايكوال." encounter". تمام? يبقى انت عرفت كده ايه بقى? انت كده عرفت ان الكارنت اي وان بتوق امبير. تجد عرفت ان الكارنت اللي هنا باثنين امبير والكرنت اللي هنا باثنين امبير ووردين تعرف ان الهنا بكان بزيرو هو اللي هيلك. تقدر بقى دلوقت تجيب للفي بي. اعمل ايه? ناخد بقى اللوبل على الشمال. ناخد اللوبل شمالي. هنا كان هنا كان هنا كان هنا كان هنا نيجاتف هنا بوزيتف هنا نيجاتف يلا. نبدأ مسلا من الكورنر ده. وهسميه بردو مسلا ايه? يلا بين? همسح بقى الجوزية دي عشان نكتب. يلا بين هبدأ من عند النقطة ايه? هلف مسلا مع الساعة. ندله برقم اتنين يبقى اكتب لوب. اتنين. هلف مع الساعة. هلف مع الساعة. اول حاجة هقابلها يبقى كتب تلاتة في زيرو. ليه ما هو ايسي ليه بزيرو? نقول لك نكمل طريقك. قابلت با كده بتاع الفور اوم يبقى كتب باكتب لان الكارنت اللي هنا اسمه اللي هو تلعب تو. لان الايوان تلعب تو. الايوانك والاي تو يبقى اتنين بتوع. طيب نكمل طريقنا. رجعنا للباتري اول حاجة شفناها فاكتب رجعنا خلاص لنفس النقطة يبقى كتب زيرو. يبقى عندي يبقى عندي زيرو. مينس زيرو. يعني زيرو. يعني زيرو. يعني زيرو. يبقى بتمانية. ده كان من مسائل. يبقى اول حاجة عملتها تبقط وبعد كده خدت الوب هنا وخدت الوب هنا. والحسب بقى اللي بيطلع لي. تعالي نشوف طريقة تاني. او تعالي نشوف سؤال تاني. بصة زيدي. سؤال رقم تلالة ده سؤال اه ضريف جدا لانه طالب منك اريك ويفلينت بطريقة جديدة خالص. انت كنت بتعود تجيب الاريك ويفلينت بالايه? بالسيرو سوبرال. هنا احنا هنجيب الاريك ويفلينت عن طريق ان الاريك ويفلينت ايكوال التوتال فولت عالتوتال كارنت. اوكي? الاريك ويفلينت التوتال فولت معاك بسرتين اللي هي الباتر دي ما فيش غيرها. على التوتال اللي خارج اللي هو الاي ده بقى اللي عايزين نحسبه اصلا. قيمة الاي. يبقى 13 على اي. فين بقى الاي? عايزين نحسبه? طيب. تعال نمشي كده واحدة واحدة. الاول الكارنت اللي كان اسمه اي جيه عند النقطة دي تقسم. الاي وان والاي تو. حطي البلاريتيز. نيجاتيف. نيجاتيف. وهنا عندي اي سري. ماشي كده. ماشي من السيل الاي. من السيل الاي. فيبقى الاول. ركز بقى معايا في الفرع اللي اسمه سي دي. الفرع ده. هو اكيد اكيد الكارنت ماشي في كده. هنا والنجاتيف هنا. تعال نسميه اي فور. وده غلط وهقول لك ليه كمان شوية. تعال نيجل الفرع الاي دي اللي هو الفرع ده. هيبقى اكيد برضو الكارنت ماشي كده. وهنا البسطف وهنا نيجاتيف. وهيبقى اسمه اي فايف. زي ملتلك ده غلط. وهقول لك ليه كمانون. طبعا ما انا سميت. اللي علمين اي فور. واللي عشمال اي فايف. عد معايا كده. اي ما معرفوش. اي تو معرفوش. اي سي معرفوش. اي فور معرفوش. اي فايف معرفوش. كمانون دول خمسة. يعني محتاج كم اكوشن خمسة. نعم بقى في كمية معادلات. وقابلني يعني لو حلناها في الاخر. محتاج كمية وقت رهيب جدا. طب ليه? انا ممكن اعمل حركة سائعة. انا اهامل ايه? انا بدلا ما هسمي اللي علمين اي فور. واللي عشمال اي فايف. لا يعمل. ركز معايا كده انا هعملش الحركة دي سائعة جدا وهتفرق معاك اوي في حل المسائل كلها. المسائل الصعب اي. اللي فيها قانونز كتير كده. انا هسمي الكارنت اللي هنا اي وان ماينس اي سري. اوكي? ليه? بص معنا كده رحلة اي وان اي وان كماشي هنا. جي عند النقطة سي. جزء منه. جزء منه. رح كده. سمينا اي. سمينا اي سري. يبقى بقيت اي وان ميشي فين? ميشي هنا? ميشي هنا. صح? ميشي في الفرع ده? يبقى بقيت اي وان اللي هو اسمه اي وان من اي سري. اوكي? تعالوا نسمي اي مسلا? ده مكنتش تعرف اه? نكتب ايه? نكتب مسلا اه نكتب مسلا هنا اه عند النقطة سي. اي وان كان داخل. من خرج? اي سري وحاجة كمان متعرفاش انت. هتلي بقى الحاجة دي في ناحية الوحدة. هتلاقي ان الحاجة دي بتساوي كم? اي وان ماينس اي سري. يبقى الكارنت اللي في الفرع ده اسمه اي وان ماينس اي سري. خلاص? تمام. طب بركز معايا كده في الكارنت اللي هناك بقى الفرع التاني. الفرع التاني بقى. اللي كنسة من اي فايف لا مش هنسميه اي فايف. هو عبارة عن عند النقطة اي. عند النقطة اي هنا. اي تو دخل هنا. واي سري دخل هنا. بقى هنا في كم? اي تو. بلاس اي سري. كده حضرتك عملت ايه? سميت كل فرع الانونز اللي معاك. سميتهم بدلالة الحياة اللي 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 قلدي موجودة. اللي هي الاي وان والاي تو والاي سري. كده بقى عندك كم انون في المسألة كلها. الاي وان والاي تو والاي سري بس. مش بقى لسه في كده كم معادلة كده كم انون تلاتة كده كم معادلة تلاتة. تعالي نبدأ كده. زي ما تعودنا. عند النقطة بي. حالية ان الاي اي 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 اون بلس اي تو. ماشي ما استفادتش حاجة قوي خلص مش مشكلة. تعالي بقى نبدأ ايه? ناخد اا اا سري لوبس. بقى ارك ان المعادلة دي لجانب اللقتي ما فدتناش بحاجة قوي حالين. تعالي بقى نجيب اي اي او ام باللوبس. طيب عندي هنا كاملوب. انا بقى همشيها حت حت حمسح معلش شويه همشيها حت حت. تعال الاول كده ناخد في المثلس او لا الاول سألك هنا في كاملوب كده تعالنا نفكر مع بعض. هنا في كاملوب بص هو في كتير جدا. فتعل لها ايه. ان البيدردش في يوم كده الاول سريعا بكام نشوف هنشتغل العدمين. انا بقى عايدك تشوف في كاملوب. مش هنشتغل بيهم كلهم هيتطلع بتاع تسعة مسلا مش هنشتغل بالتسعة اكيد بس لازم تبقى عارف فيه كام لوب. عينك تبقى شايفة ده. عندك في بعض المسائل هيفرم معاك انك تبص الاول وتشوف انه لوب اسرع واوفر في الوقت وانت نمشي فيه. والله انا ممكن نمشي من بره خالص. ادي واحد. ممكن امشي من هنا وخش من جوا كده. اتنين. ممكن امشي من بره برده بس امشي كده. تلاتة. ممكن اخد المسائلس الفوق. اربعة. ممكن اخد المسائلس الى تحت. خمسة. ممكن اخد السنبكشة ده. ستة. يبقى عندي كتير. انا محتاج بس تلاتة. عندنا بقى قهارة صغيرة كده مقاش اكتبهها جنبك عشان ما تنسيش. لما تيجي تاخد تلاتة لوب. لما تيجي تاخد تلاتة لوب. ما ينفعش. ممنوع ما انا عمبتل. ان انت تاخد اتنين لوب. والكبير بتاعهم. اللي بيحتويهم. يعني ايه? يعني ما ينفعش هنا تاخدلي المسائلس اللي فوق. والمسائلس اللي تحت. وتقول لي انا كمان هياخد بتاعتهم اللي برا. ما ينفعش. بيكون هو مجموع الاتنين اللي جوه. فهيطلع لك على ما ينفعش. انا اكتبت النوت دي ما ينفعش هياخد اللوب الكبير بتاع اتنين صغيرين جوه. اوكي? ان ما انا ممكن ااخد اللوب الكبير عمتا. يعني ممكن في مسألة اخد اللوب الكبير خالص عادي. يعني انا ممكن في نفسك يعني ازاي السؤال ده كده بص. يعني انا في السؤال ده. همشي ازاي دلوقتي. هياخد اللوب الكبير خالص. اللي برا خالص ده. على انه وحياخد المسلس اللي جوه اللي فوق. والمسلس اللي تحت. كده عندي كانت تلاتة. فيش مشكلة. انما ما ينفعش انك تياخد. الاتنين الصغيرين بالكبير بتاعهم. خلاص? طيب. نرجع تاني كده مع بعض. يلا ناخد بقى اللوب اللي بقى خالص. اللوب الكبير خالص. نيجاتف بوزتف. بوزتف نيجاتف. لان الكرنت ماشي كده يا شباب. من البي للاي. وهنا الكرنت ماشي من البي للسي. يا بوزتف نيجاتف. وهنا الكرنت ماشي من السيلي اللي اي. يبيت ب bracket هنا Greek. وهنا هناADA هنا وهنا. كرنت هنا اسمه اي. وكرنت ماشي كده اسمه strategies. UNBA في هنا. انا هامشي من بره خالص. اسمها اي من بره خالص دة. اسمها loop. افتح A B C. دي اي بدأت من النقطة اي وحرجع على النقطة اي. يضل. وانا واقف عند النقطة اي. وجرية حمشي بقى. اول حاجة قبلت ايه. اول حاجة قبلت ايه? اول حاجة قبلت ايه? بتاع الوان اوم. يبقى كتب وان اي وان. وان اي وان. بعد كده افتح براكت اي وان مينس اي سري. بعد كده قبلت ناجد في الباتري. مينس سرتين. ايكوال زيرو. تمام? يبقى انا عندي اي وان. اتنين اي وان. مينس اتنين اي سري. عشان اتو دي جوة يا شباب. ARE حاجة لكنها زي بعض بنجمعها والارقام بنعمل عليها نا جمعها لنحية التانية. حاجة اللي زي بعض بنجمعها وارقام بنعمل ان blendingها لنحية التانية. فانا عندي اي وان بلاس اي وان يبقى هنا عندي نا تلاتة اي وانo mü Means are uh Black. hinaus سيرتين. دي كده اول اكوشن. اوكي? يبقى انا هسجلها مسلا فين? تعال نسجلها فوق هنا كده عشان ما ننسيهاش. يبقى اول عندي بتقول تلاتة ايوان دي كده اول معادل عيزنها. هسميها نومبر ون. خلاص? تمام. تعال بقى ننسح تانين الكلام ده. وناخد لوب رقم اتنين. فين بقى مستر لوب رقم اتنين ده? والله لوب رقم اتنين ده. اه مسلا مسلسل لفوق. ما انت برحتك? انا هيخد مسلا مسلسل لفوق. تعال ننشيه مسلسل لفوق. هبدأ من عند. هكتب كده لوب. هبدأ من بي. بي سي اي بي. بي سي اي بي. حمشي بي سي اي بي. اول حاجة بالتاب. الاي في الاري. يبقى اون اي وان. باكرة الان في اي سري. يبقى اون اي سري. باكرة الان اي تو. يعني اي تو. يعني اي وان. مينس اي تو بلاس اي سري اي زيرو. هدي تانية معادلة. ارتبتها بس. عندي اي وان بلاس اي سري ماينس اي تو. هجيب ايه? قبل ايه? قبل اي سري. اي وان ماينس اي تو. بلاس اي سري اي اي اول زيرو. تارك بفوقش ما ننسعش. يعني المعادلة التانية كانت اي وان. ماينس اي تو. بلاس اي سري. اي اي اول زيرو. دي كده. معادلة رقم اتنين. طيب هجيبي المعادلة التالتة منين. مسلا من المثلثة اللي باحت. من اي لوب بقى من الستة اللي قلنا عليهم. مش هنقدت لك نفي ستة لوب. هتمن اي باحت فيهم. طيب تعالوا نكمل. ناخد مسلا اللوب اللي تحت. اللوب اللي تحت مسلا هبدأ من عند النقطة دي. مسلا بني باكتب دي اي سي دي. انا يا اخي بحب اللف انت حر انت عايز تمشي انت يمشي. انا بحب اللف زي الساعة. هبدأ من عند النقطة دي. من عند النقطة دي لما لف زي الساعة كده. هابل اول حاجة فاكتب نيجاتف وان. افتح اي في اوارها. الارب وان. والاي. اي تو بلاس اي سري. فاكتب في براكت الاول عشان ما اطلبتش. بقى كده ماينس وان اي سري. عشان قابلت الماينس هن. بقى كده قابلت البوزيتيف تو. افتح براكت اي وان. ماينس اي سري. كل دي اكوال كام? اكوال زيرو. يبقى هنا عندي دخل بقى النجاتف وان ده جوة. يبقى النجاتف اي تو ماينس اي سري ماينس اي سري بلاس. دخلت جوة تو اي وان ماينس تو اي سري اكوال زيرو. جمع بقى كل الحاجات اللي شروعها بعض مع بعض. والله يسيبها زي ما هي. اي تو مفيش حاجات تانية اي تو اصلا. فحكتبها زي ما هي. اي تو. طيب الاي سري. بص اندي كمه اي سري. مينس اي سري. مينس اي سري. هو مينس او مينس او. يديني مينس او. وعندي في الاول اه. تو اي وان. كل دي كل كام? زيرو. يبقى تو اي وان جبتها في الاول والقيمة بتاعتها بوستف جبتها بوستف. الاي تو هي نيجاتف اي تو ستت زي ما هي نيجاتف اي تو? بقى ده الاي سري اصدي جمع تعمق مع بعض. يبقى المعادلة التالتة والاخيرة. نكتب اهي وان مينس اي تو نكتب بقى هنا. اي سري اكوال زيرو. كده بقى عندك كم اكويتشن يا سيدي? بقى عندي تلاتة اكويتشن كما عندهم اي وان و اي سري. بقى كتب تلاتة على كلافليتر. هنكتبوا مزيها كلافليتر. طيب هتمسك الكلافليتر بتاعك. هتدوس بعد كده بعد كده مود فايف اللي هيبقى فيها ايه? تلات معادلات. عندي اي بي سي دي. اي بي سي اللي هو الارقام اللي هو قدام اي وان و اي تو اي سري. ادي ده الرقم اللي بعد. تمام? فانا اول معادل عندي كانت تلاتة اي وان. يبقى اكتب تلاتة. كده ايكوال. بقى كده مينس تو اي سري او فين اي تو. بش موجود يبقى اكتب زيرو. اي بش موجود اكتب ما كانو زيرو. طب سي كانت نيجيتيف تو. بكتب نيجيتيف تو. طب والرقم اللي بعدي الايكوال تلاتة اشر. هينزل ايز المعادلة اللي بعدها. المعادلة اللي بعدها كانت اي وان بینس اي تو بلاس اي سري equal zero. اي وان قدامها one. ماينس اي تو يعني مينس one بلاس اي سري يعني قدامها one والرقم الريقوال 0 المواضع الثالث 2I1 يبقى الI1 قدامها 2 يكتبتو negative I2 يبقى الI2 قدامها negative 1 بل كده minus 4I3 minus 4 الرقم الريقوال 0 هتدوس equal مرتين هيتطلع لك ان الI1 ب5 دوس equal تاني هيتطلع لك ان الI2 ب6 دوس equal تالت هيتطلع لك ان الI3 ب1 امبير يبقى هنا في المسألة دي تلاع لين الI1 دي برضو غلطة مبام رشا جباب مظبوط طب فاكر الI كان بقى فاكر الI اللي هو كان خارج من هنا جيه هنا تقسم ل وكان هو مجموع في ناس بقى بتتجمع لأ هو واي تقسم لأي ون وايته بس فيبقى او يعني يبقى 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 لو غلطت في صاين واحدة بمسألة اتغلط لو اخدت بالك من اشارة واحدة غلط لو حاطت بولياريتي واحدة غلط مسألة كلها بتبقى غلط اا فهو نوع سهل بس طويل تمام طيب تعال نشوف السؤال دوت هنا بيقول لنا عايز وعايز برضو اا ايه نعيز ايوان اي تو اي سري بعد كده عايز عند النقطة ايه تعالى كالعادة الاول نحط بتاعتنا نشيل بس الاول اللي حكي لهم ده عشان نرف نكتب يلا اه بس استني في نقط الباتري دي لها وكذلك السين فولت اللي هي اعمل فيها ايه اطلعها بره عشان ما نسحاش خدها سيرياس ما لجنبها على طول يعني هشلها من هنا وهخلي دي هخليها لان هما سيرياس كده كده طب والوان اوم دي هشلها برضو خلاص ابدأ برضو حط الشرطة الصوارة والشرطة الكبيرة طالع يبقى اكتب هنا positive هنا negative هنا positive هنا negative لان اي تو برضو طالع طب نجد اي سري positive negative positive negative خلاص حطينا بلريلستاتنا نبدأ مع بعض اول حاجة كي سيقل عند النقطة ايه من داخل اي وان من تاني اي تو يبقى اي وان و اي تو داخلي من خارج اي سري ارتب المعادلة يعني ارتبها يعني خلي ان ننزف ناحية ايكوال زيرو او ايكوال رقم عمتا يبقى اي وان داس اي تو مينوس اي سري ايكوال زيرو دي كده اول معادلة فاكد لملتلك ان كارشوف كي سي ال مش شرط يحلك السعائل بس يربط لك مبينهم باكواشن يربط لك مبينهم باكواشن زي جديد دي كده اول اكواشن معنا طب نفس السؤال هنا فيك يا ملوب والله هي ممكن امشي في المربع ده ممكن امشي في المربع الكبير خالص ممكن امشي في اللي هو ده صح في ثلاثة ناخد اتنين بس ممنوع ناخد الكبير بتاعهم مع هما الاتنين انا كده كده محتاجة اصلا اتنين لوب بس فياخد العلمين واللي على الشمال بتاعنا ناخد العلمين نبدأ من عند النقطة اي ونلف كله كويس مسلا يبقى امشي اي بي سي اي اي بي سي اي فاول حاجة عابلها نيجاتف سيكس ايوان بوزتف الباتري تين بوينت فايف فولت بقى كده ماينس سيفن اللي هي الباتري التانية لان انا ماشي كده فهو انا طالع من هنا كده هاراها نيجاتف سيفن بعد كده بوزتف اي تو إيكوال كم كل ده زيرو نرتق يبقى تين بوينت فايف ناوديم من ناحية التانية تين بوينت فايف من اس Им آآ وديه من ناحية تانية سري بوينت فايف. دي كده معادل لرقم اتنين. نبدأ بقى ان احنا نمشي فين? نمشي في اللوب اللي هو العشمال. هبدأ برضو من عند النقطة ايه? وهامشي برضو. انا همشي ازاي? همشي كده. اوكي? يلا بينا. اول حاجة هابيلها نيجيتف فايف. اي تو. بقى كده بلس سيفن. لليكتارة الباتري. بقى كده مينس وان اي سري. مينس تو اي سري. ايكوال زيرو لان انا رجعت لنفس النقطة. جمع اي سري مبعض يبقى نيجيتف فايف اي تو. ودي السيفن الناحية التانية. طيب مينس وان اي سري مينس تو اي سري مينس سري اي سري. ايكوال نيجيتف سيفن. كده كم حاجة? كم معادلة? تلات معادلات. هدخلونا على تلكليتر بنفس الطريقة. يلا هتروح لكي تلكليتر بتاعك. اول حاجة المعادلة اي وان بلس اي تو منس اي سري ايكوال زيرو. يبقى اي وان قدامها اي وقدامها وان. والاي تو قدامها اي وقدامها وان. والاي سري قدامها نيجيتف وان. والرقم انا بعد ل. المعادلة التانية. يبقى نيجيتف سيكس. بعد كده يبقى مفيش اي سري. يقى اكتب زيرو. اللي باش موجود اكتب زيرو مكان. غايب باش موجود. بعد كده الرقم انا بعد ل. المعادلة التالتة تركز مفيش اي وان. بدأ على طول باي تو. يبقى اي وان بزيرو. اي تو. نيجيتف فايف. اي سري نيجيتف سري. الرقم البادل ايكوال نيجيتف سيفن. هيطلع معاك اي وان. بوان امبير. اي تو. بهاف امبير. يبقى اي سري. كده مجموعهم. زي ما قلنا. وان بوينت فايف امبير. يبقى خدت بلاك انا بعمل ايه? العمود اللي اسمه ايه? ده الاي وان بس. لو مش موجود اكتب ما زيرو. العمود بي. الاي تو. العمود سي. الاي سري. العمود دي. اللي الرقم اللي واحد لايكل. انتفقنا? هنرجع تاني. يبقى احنا اللي حسبنا ان الاي وان يبقى احنا اللي حسبنا ان الاي وان امبير. والاي تو بهاف امبير. والاي سري بان بوينت فايف امبير. طالب منك بقى البوتينشل عند النقطة ايه? البوتينشل هنا الفولت اللي هنا. قلتلك لما تجي البوتينشل عند نقطة لازم يرسم لك جراوند في المسألة. فعمشي من الايه للجراوند? اسهل نقطة عندك تمشي من الايه? لحد الجراوند من الطريق ده. طيب قابلت ايه قدامك? اللي اتنين قوم. اتنين في واحد ونص. تلاتة فولت. بس. لازم الطريق. لو اخدت اي طريق تاني حيطلع برضو معاك تلاتة فولت. ده هنشوف برضو في اجزاء الواجب مع بعض. افكار تانية. بس دي كده اللسيات والانواع المسائلية. افكار تاني حيطلع. افكار تاني. افكار تاني. بس. لازم كانت افكار تاني. اشتركوا في القناة